السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتابعي عادي الفاقي في كل مكان أوعى تنسوا اللايك والشير وألف مبروك للأداء المشرف الرائع للمملكة العربية السعودية السقور الخضراء ولأبطال تونس الخضراء نسور قرتاج أوعى حد يزعل أوعى حد يزعل وعادي الفتح لو تفتكروا في هذا المكان قال رغم خسارة الأرجنتين هي المرشحة رقم واحد للصعود في هذه المجموعة لأن البطل بيبان ساعة الإخفاء هنتكلم في وصلة رياضية مهمة جدا في آخر الفيديو يريد كل إخواتنا العرب يتابعوها لأنها مهمة جدا وبتوضح هذا العملاق السعودي اللي كان فوق الوصف وهذا العملاق التونسي اللي أده أداء راقي وكل الأمة العربية تسمع تحليلي هيبقى ممتاز جدا لأن فيه توقعات ومن سيفوز بكأس العالم كما قلت إن الأرجنتين حتصعب برضو هقول لكم من سيفوز بكأس العالم وخاصة جماهير تونس والسعودية ريتي تابعوا الفقرة الرياضية علشان يشوفوا أداء منتخباتهم العظيم وأوعوا تزعلوا أبدا من الخسارة فأنتوا قد كتبا نسور كرتاج والسقور الخضراء أسماءهم بأحرف من نور ومن زهب في سجلات كأس العالم عبر التاريخ سيتذكرها التاريخ بعد ألف سنة وألفين سنة وعشر تلاف سنة ومليون سنة يطر من يعيش إلا أن يرسى الله الأرض ومن عليها طب يا عم عاد الكفاية بقى خش علينا إيه باللي عندك أنا عندي حاجات كتيرة جدا بس طبعا بالنسبة بقى الخطوبة هنهدي بقى إيه العروسة الأغنية دي يا ولد بلدنا يوم الخبيس هكتب كتابي وابقى عريس يا ولد بلدنا يوم الخبيس هكتب كتابي وابقى عريس والدعوة عامة وهتبقى لنة وهيبقى لي في البت وانيس يا ولد بلدنا هكتب كتابي على الحلوة نؤة وفقت علي من غير خطوبة هكتب كتابي على الحلوة نؤة وفقت علي من غير خطوبة يا ولد بلدنا نشل نؤة ونحط زوبة بس يا بس هللي حتقوله بطلقبط يا عم هكتب في تابع الحلوة زوبة او على المحسين اطيع المحسين مفيش اصوم وافطر على بصلة حرام عليكم يا جماعة احنا بند طاقة ايجابية للناس كلها ولا نحمل العداء لاي انسان وبرغم ان انا مش مقتنع باي حاجة ولكن انا لازم اعوب وهنا لازم يا جماعة اثير العصر انا مش مقتنع بكل الافلام دي ولكن لازم نقدم طبعا الاغنية دي اللي قمناها محمد فوزي اللي هي تطلح تقول فايروز وهي الدرد اللي يبدأ شغالها معها موضوع الاغاني قديم عاطنية اغنية حتى لا تفكر ابدا اننا نحمل الشر لها او احنا الاشرار او احنا كما يسمينا الزهولات كزا يعني حقيقة صعب جدا جدا جدا. طيب ايه بقى اللي عندك انا اللي عندي حالة ما الكزم. وحالة الكزم اللي هي التتواجد بتبقى على لسانهم. يعني اه ومن اعمالكم سلطت عليكم. يعني بتضي النظر بقى عن المشاكل الدائرة دلوقتي بينهم مبين اه مدام عبير وان مدام عبير متواجدة الان في بردو وان هتطلع اليوم او غدا بفيديو انا معرفش والله ولا فيه تفاصيل بس انا متأكد واني لسه مازال في زعل. هي على حد تعبيرها انها مزعلانة من اه رضا. ولكن زعلها الكبير جدا من النقاة والنقا. اه لما اه ازرى فطف حقها واللي ادعى عليها بالمرض والسرطان وزوكة راجل كبير وكذا كذا. وحاجات غير لقيقة. وعلى فكرة اه رضا برضو هو بيقول ما تصدقش اي حد. هي سمعة. هي سمعة بودنها اللي هتخرم بودنها. سمعة. واللي هنقول ده مصدها. فكل شيء يعني زي ما بيقوله صعب جدا جدا. وخاصة لما الانسان ينطعم من انسان كان صادق له. وزي ما بيقوله اللهم محميني من اصحابي اما اعدائي في انا كافلن به. حيبان اه ممكن. والله هي فيه ناس بتقول ده ممكن اه عبير. الندم عبير تكون ريحة. ويحصل وفاق. وفي بردو وكلام من ده. لانا تمنى لانا تمنى غير الخير لكل الناس. اهلا وسهلا. ومدام عبير تطلع وتقول انا مش بتكلمها وتكون ريحة تحضر الفرح. ولا نسأل. يا جماعة شوفوا اليوتيوب ده هعلمني ان انا اي شيء اسدى ولا الانياز بتحكس ذلك. هي بتقول لا. انا زعلانة. وليه حق. وهق ضراخده. وا 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 وا. وفي ناس انا بنقل برضو يا جماعة وجهيتين النظر. وفي ناس بيقولوا لا. ده هي احتمال يكون فيه تصاف لان هي بتشكر كتير جدا في الزوج. ومش معقولة بتشكر في الزوج. والزوج مش هيقول لها مسلا او حيتواصل معها عبر الواتس. ويقول لها حتى لو مختاربة خطأت ولا حاجة سامحيها. كل شيء وارد في اليوتيوب علشان سقف التخيولات بتاع الناس ما يروحش البعيد كتير جدا. فاليوتيوب زي ما بيقولوا ايه غرفتين وصالة. يعني مهما الاخبار راحت بتتعرف في الاول وفي النهاية. طب نخش بس انا لحدة دلوقتي اعرف ان آآ مدام عبر زعلانة زعل جاند جدا جدا جدا. من آآ هناء وزعل يعني الى اقصى مدى. لكن كل شيء وارد زي ما بنقول. طيب انت يا عم عادل بتقول ايه اللي حصل وفي مش عارف ايه وآآ ايه اللي قال لك الكلب ده. اولا مش هي قالت انا حتى كريم عشان مش عارف ايه البشرة ويبيضن ويعملن. الكريم ده لو تعرضت مسلا على ما اعتقد وعلى ما اعلم وانا لست خبر متخبر في مستحضرات التجميل او في تجميل المرأة بس انتوا اكيد حتوافقوني لان انا مسلا في الرياضة زي ما قلت الارجنتين وكنت متوقع صعودها وصعدت بالفعل. ومتأكد بآآ وصول المغرب الى دور السبتاشر. اليوم. آآ دي لو واحدة حطت الحاجات دي. وطلعت للشمس. ايه اللي هيحصل? هيحصل بهاد. هيحصل تصبخ. في البشرة. حتة هتبقى بيضة وحتة هتبقى صمرة. الجابها مش عارف ايه. حاجات ما تنفحش خالص. لان الكريم طبعا الراح هيعمل بقع وهيعمل هالات على البشرة. وهي كانت متعمدة في البس يلا انا عايزة اقعد في الشمس. واضح طبعا الشمس ممتازة جدا لاي كبار السن خاصة مع هشاشة العزار. وطبعا آآ مختاربة كبرة. طالما يعني بيبقى المرأة وصلت لسن آآ الحل ما احبش اقول سن اليأسة ابدا. فلازم تاخد طاقة كبيرة من الشمس. علشان هشاشة هشاشة العزار. لان آآ ربع ساعة آآ الصبح او ربع ساعة اخر النهار. لان كده بيبقى الهرمون نزل فلما بتاخده آآ بتاخد آآ فيتامين آآ آآ بيقوي العزام جامد زي ما بيقول له. وانا كذلك يعني علشان ما اقولش ان كده انا ايضا لازم كل يوم لو ما نزلتش روحت المزرعة ولا اي حاجة لاضطراري. لازم انزل تحت. وقعد في الشمس ربع ساعة تلفي ساعة نص ساعة علشان الشمس. هي كل شيء بالنسبة للنسان وعشان العزام يبتن الواحد ايه? جسمه منصوب كده عمي صرنا حنان هنطعب. بس ما تبقاش برة واحدة فالشمس طبعا. بس الشمس اللي هي بتاخدها. علشان تأول عزام هتأثر على وشها وهتعمل بقع وتصبق وكده. يبقى ازا ما كانش فيه كريمات. يبقى كان فيه حاجة تانية غير الكريمات. ده قولا واحد. مرة تانية برضو انا قلت لها ان يا ست هناء. اه انت قلت ديها هدية دهب من بنتي. فين بنتك? ما صورتهاش ليه? ما ردتش. فلما انا ضغطت اكتر وخاصة وهي بتصور من يومين وبتكنس بقول لها انا بصور ما تعدش. ايه ايه هو في ايه? وقلت لكم هي بشورت? ده احنا في الشتن. فلما كشفت ان لا يمكن تلبس شورتة او ميوب اه وتضم ميتها ده عادي يعني. وانها كشيفة الشعر بنشوفوها وانها بتروح كان جزء من جسمها ظاهر عادي ما فيش حاجة هيبقى ما فيش غير شورت وحتى لو بشورته هتصار عادي هناك بيلبصوا الشورتة. ولكن قلت ازاي اطلب الشورتة في عز البارد? الناس معلقتش? فجينا بقى في المرة دي قالت لانا عايز اشرب مية ومش هتظهرك في الكامر. ليه? في ناس بتساؤلوا ليه? ليه حجبت بنتك تماما عن الظهور في الكامر? بدأت التساؤلات تبقى كبيرة جدا. ليه? ليه مش عايزينها تصهر? اه هي بتقول على حد تعبيرها. وانا لقصك في كلامه. نهائيا ان بنتي خلاص كرهت الميديا ومش عايزة تصهر وحتى قناتها اللي انا عملتها لها مش عايزة طيب ادها لأي حد شاحتها له. اي واحدة غلبانة ولا حياتة تجيب بها حتى ورق الدولار كل شهرين ثلاثة. ان كان يعني ان كانت موجودة. فما عرفش اه حتى البنت قدمت الايد كده يدوبك اه شعرها بان في الخيال بس جسمها ما بانش. بتاع الجسم ما بانش. ما تمنى الخير طبعا. الحاجة التالتة السحر. معقولة يا جماعة الخير. وفيه برضا حتخط سحر في المصحف في القرآن المترجم. ده احنا بنقوله لما انت تشك في حاجة واحنا ما بنعترفوش بالحاجات دي لان خلاص السحر انتهى من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. علشان تبقوا فهمين. هنفطر ان مازال فيه ناس خباساء وبيستخدموا الزئبق الاحمر وبيستخدموا الجن ويسخروا الجن والسحر السفلي والسحر الاسود والسحر الارضي والسحر الهوائي والمائي والناري وسحر التفريق وسحر الامراض فيه كل ماشي. طب لما بيجي واحدة تتعالج بتتعالج بايه? بيقول لك شغل صورة البقرة. او اقرأ صورة البقرة. او شغل التسجيل على القرآن او يوم الجمعة اعمل كزا وخلي على طول وخلي دايما القرآن شغال في البيت. طب ازاي بقى اللي هيسحر هيحط لي السحر في القرآن ذات نفسه. جاوبولي بالله ماذا تفعل لو كنت مكاني? جاوبولي يا جماعة الخير. انا تعبان نفسيا. بقى انا هعمل سحر وحطه في مصحف. ده حد يصدقه? ما حد ححطه في مصحف? ححطه في كتاب الله? ده احنا كده? ده الرسول صلى الله عليه وسلم في احد المرات هو يصلي رأى رجلا يسرق رجل. وكان الرسول بيصلي. فلما انتهت الصلاة الرجل مسك وقال له انت سرقتني. فراح حطت يده على المصحف وقال ايه? وحقه هذا الكتاب ما سرقتك. فراح الرجل اللي تسرق قال لرسول الله. قلن تراه يا رسول الله? وهو يصرقني? فقال له صدقت بيقول للرجل الحرامي صدقت وكذبت عيناي. لانه هو لو احنا استهزيه انه بالقرآن ده حلف والرسول قال اه هو خد يبقى خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه? للرجل اللي سرق صدقت. يعني انت سادق وكذبت عيناي. جايز بقى عنايا اللي كذبت شافتها كنت بتاخد. اكذا يكون احترام كتابنا المقدس يا جماعة الخير. وهو الكرآن. اه بالنسبة ده الموضوع بقى خلص على كده بالنسبة بقى للشق الرياضي والناس اللي عايزة تتابع. ما تزعلوش ابدا احنا دلوقتي تلات منتخبات خرجوا منتخب كطر. وادى في حدود امكانياته. والف شكر له. ولا مطلوب منه. نسور قرتاج اه او التوانسة او تونس الخضراء. ابطال تونس. هم حققوا افضل النتائج. بفوز على بطلة كأس العالم اخر نسخة الفين وتمانتاشر. وهي فرنسا. واتعبلوا. وخرجوا بدربكة كبيرة جدا جدا وكتبوا اسماءهم باحرف من نور كما كتبها من قبلهم اه اسلافهم. وانا افتكر هنا وانا صغير اه اه سبعتاشر سنة تقريبا كاس العالم الف تسعمية تمانية وسبعين في بيونس ايرس ومرض بلاتا. وحقق المنتخب التونسي ونسور قرتاج اول فوز للعرب في تاريخ كأس العالم. وفازوا على المكسيك دي اللي غلبت المملكة العربية السعودية اثنين واحد. غربوها تلاتة واحد. واتعدلوا مع اه المانيا الغربية بطلة كأس العالم اربعة وسبعين. احنا بنتكلم اربعة وسبعين. تمانية وسبعين. اتعدلوا مع المانيا بقياد بيكينباور وستباير وروبيش ورومانيجا العمالقة الالمان تعادلوا معها بدون اهداف وخسروا فقط واحد سفر امام بولندا. بهدف لاتو كان اصلح كده لاتو وادوا اداء مشرف بقيادة حتى ينسى هؤلاء العمالقة مختار النايل وعدتوها وزويب وطريق دياب والكعبي وتنيم وظلمي والعقربي والعبيدي عمالقة وعقيدة الله يرحمه يحصن اللي مات في المملكة العربية السعودية نتيجة صاعقة فما زلنا نكرر اسم عقيد وبن عزيزة وتميم وطريق دياب وعدتوقة ومختار النايل وزويب والجاسمي. هؤلاء سيظل ايضا عبر الاف السنين نردد لهذا المنتخب العظيم التونسي نسور قرتاش انهم استطاعوا الفوز على بطل كأس العالم فرنسا وتعدلوا في مباراة وخرجوا مرفوعين للرأس. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية والنصور الخضراء حققت مش مطلوب يا جماعة. مش مطلوب من اي دولة عربية انها تصعى. يكفي اه انك تشترك وتصل الى كأس العالم ويكون ادائك مشرف. ما لقش اه اخواتنا في المملكة العربية السعودية مسلا يطلعوا حداشر واحد. امام مسلا الارجنتين. او ستة واحد دي بتاعت او ستة واحد تبقى كارسة. تبقى كارسة. ولكن رأينا منتخب النصور الخض يهزم بطلة. العالم الارجنتين مرتين ووصيفة ثلاث مرات بقيادة ميسي. فقد كتب اسماءهم بقى احرف من نور. هؤلاء العمالقة. ما تزعلوش ابدا. وانا قلت اني في البداية ان رقم واحد المرشح للصعود هو الارجنتين. حصل ولا ما حصلش? برغم هزميتها من المملكة العربية السعودية هتحصل على الست نقاط. لان البطل بيكشر عن انيابه. فكشر ميسي ورفاقه عن انيابه. واستطاع ان يصلوا على رأس القائمة بستة نقاط. طب يا عم عادل انت راجل كده خبير متخبر. قول له من سيفوز بكاسة الاولا غدا اليوم بازن الله. واراهن على هذه النقطة ان اصود اصود الاطلسي المغرب الحبيب سيصل الى دور الست عشر. هو اقرب فريق وانا كنت عارف من البداية ان اصود الاطلسي هما الاقرب. وكنت اعلم جيدا وقلت لكم ان مهمة المنتخب السعودي صعبة جدا ومش عايزين سقف الاحلام يعلى او 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 او. وكتر الف خرب. اولا حد بيقول مرة بصفة خبير متخبر. هل تستطيح تقول لنا دولة عربية او افريقية او اسيوية ممكن تفوز بكاسة العالم? انا تسألت احد السؤال ده في احد المؤتمرات وكان حضرها طامات وهامات من النقاط الرياضيين. قلت لهم مش اقل من خمسمائة سنة. مش اقل من خمسمائة سنة. لما فريق عربي او فريق اسيوي او فريق من قارة افريقيا يحصل على كأس العالم. اقل حاجة خمسمائة سنة. ده يبقى حاجة يبقى طموح. يعني فوق الوصف. لان فريق كبير جدا بين الكرة الافريقية والكرة الاسيوية من نظام وتخطيط ودور وقوة وكلام من ده. وبين الكرة الاوروبية وكرة امريكا اللاتينية المتمثلة في الارجنتين والبرازيل وبيرو وشيلي وبراجواي وربواي. فريق من السمم الارض. ما نتحكوش على بعضنا. طب يا عم عادل احنا خلاص عايزين نعرف قلنا مين حيفوز بكاس العالم. بصفة الرجل الخبير متخبر وقاري للمشهد لن يتعدى الخمس دول. وانا بقول لكم برغم انها المانية وهي الماكينات الالمانية زمان اللي اصبحت عجلات. اصبحت عجلات المانية هتصعب. هتوصل للادوار برغم انها تمتلك نقطة واحدة لكن هتصل ايضا الى الدول الستاشر وحتوصل. عندنا خمس منتخبات مش هيطلع منهم البطل من كاس العالم. البرازيل الارجنتين المانيا لو صعدت وده متأكد من صعودها اسبانيا فرنسا. ايطاليا على مدرد. ست دول لن ياخد كاس العالم. هما دول اتابطال كاس العالم. اه اه على مروا العصور. اه ودخل معهم مرة البرتغال. اه مرة اه انجلترا. على مطر. هي دي الكورة. نادي الاهل ونادي الزمالك. يا اول وتاني في الدور العالم. براميدز يفوز ويطلع هيقع. اه بلجيكا تحقق? هتقع. بولندا تفوز وتصل? هتقع. لكن اللي بيكمل هم الابطال. هم الابطال المتمرسين في كاس العالم. البرازيل. الارجنتين. المانيا. اسبانيا. فرنسا. ايطاليا. افتكروا الاسماء دي. هيبقى واحد منهم بطل لكاس العالم. اه لما تيجي الادوار الستاشر ونخش على دور التمانية. هقول لكم من هو البطل. والوصيف ان شاء الله. كل التحية وكل الاحترام. لمحبي ومتابعي. اه عاد الفتح في كل مكان. وبقول لكل حبيبنا في المملكة العربية السعودية ارفع راسك واقول انا سعودي. وبقول اه لكل حبيبنا في تونس الخضراء ارفع راسك واقول انا تونسي بكل فخت. وبقول ايضا لاخوتنا في اه قطر ارفع راسك فوق وقول انا قطري فقد حققتم اقصى الامال في حدود فرق الانكانيات الهائلة بين المنتخبات العربية والمنتخبات الاوروبية ومنتخبات الدول امريكا اللاتينية. كل التحية والاحترام لمحبي ومتابعي عاد الفتح في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.